اشتركوا في القناة وتقدم معنا ذكر بعض السنن واليوم نتكلم على البعض الآخر منها قال المصنف فمن سنن الوضوء وترك التنشيف بخرقة سنة أن لا ينشف أعضاءه لأن آثار الوضوء الماء هذا آثار عبادة فسنة أن لا ينشف وما حكم التنشيف لغير حاجة خلاف الأولى ليس مكروه على المعتمد بل هو خلاف الأولى وقد يندب التنشيف كأن خاف على نفسه أنه إذا توضأ وخرج للهواء لشدة الحر أو شدة البرد أن يصاب بالزكام أو إنفلونزة أو غير ذلك فحينئذ يندب له التنشيف حتى لا يصاب إذا ظن أنه يصاب بشيء من هذا المرض بل وقد يجب التنشيف كأن إذا خرج هناك في ريح وفي هذه الريح شيء من النجاسة إذا خرج مع أعضاء الرطبة ربما التصق شيء من النجاسة في عضوه الرطب فتل تصق فيه النجاسة في حينئذ يجب التنشيف بالحمد لله والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله بلiau شيخ مهضر memulai pelajaran ini dengan salawat kepada رسول الله صلى الله عليه وسلم dan kita melanjutkan sunnah-sunnah hudu yang telah kita bahas yang sebagiannya di pertemuan yang sebelumnya sunnah-sunnah hudu ini sangat banyak sekali bahkan di satu kitab disebutkan sunnah-sunnah hudu itu mencapai 660 sunnah nah disini hanya disebutkan beberapa kemudian termasuk daripada sunnah hudu terkutensif yaitu tidak mengelap anggota tubuh dengan satu kain ketika dia setelah hudu hendaknya tidak dielap nah ini terkutensif intensif ini mengelap anggota badan setelah hudu tanpa ada hajat itu menurut pendapat yang muqtamad hukumnya adalah khilaful awla itu adalah hukum yang asli karena air tadi adalah bekas ibadah tetapi terkadang intensif tadi bisa menjadi sunnah yaitu ketika jika dirinya takut tidak apabila setelah dia hudu tidak diusap anggota badan tadi dia akan terkena satu penyakit seperti flu atau yang lain-lainnya dan juga terkadang intensif tadi mengusap badan setelah mengusap anggota tubuh setelah hudu terkadang menjadi wajib yaitu ketika jika dirinya tahu ketika dia selesai hudu terus badannya dalam keadaan basah jika dia keluar dalam keadaan basah tersebut akan ada satu angin yang membawa najis yang najis tadi akan menempel di badannya maka kalau keadaannya demikian maka intensif tadi mengusap anggota tubuh yang setelah hudu menjadi wajib nah kathalika yundab intensif fi ghuslal mayit ghuslal mayit yundab fi intensif yundab tinsif lghuslal mayit هنا ليس خلاف الاولى لانه اذا كفنا وهو يتبلل الكفن ويسرع جسد الميت الى البلاء فيسن التنشif بعد ghuslal mayit كذلك لمن عليه تيمم كان في جراح او نحو ذلك يريد ان يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح فاذا توضأ وغسل الصحيح اراد ان يتيمم لو تيمم مع بللا في عضو التيمم بيلتصق التراب فيسن هنا ان ينشف وجهه وينشف يديه بعد ذلك يتيمم لانه اذا تيمم والحالة هذه بيلتصق التراب في الوجه واليدين فيسن هنا التنشيف فالتنشيف في هذه المسألة يكون سنة فاذا جاز التنشيف او سنة التنشيف او وجب التنشيف فيبدأ باليسرى قبل اليمنى فيبدأ باليسرى قبل اليمنى وينشف بخرقة خارجية منشفة ولا يتنشف بطرف الثوب او طرف او طرف الصارون او طرف الكيميجة او الكوم حق الكيميجة لا لا يتنشف بذلك لما قيل انه يورث الفقر والعياذ بالله كذلك كما لا ينبغي ان يستاك بطرف الكيميجة حقه ولا يستاك بطرف الكوم حقه لا ينبغي هذا بل ينبغي ان يجعل له مسواك من عود اراك او يحمل سيكة في جيبه ثم يتسوك به فلا بأس بذلك نعم فقد جرب وقد قال بعض العلماء ان التنشيف بطرف الثوب او بطرف الكيميجة او بطرف الصارون يورث الفقر والعياذ بالله انغطا انغطا او بطرف تحريك الخاتم تحريك الخاتم سنة اما اذا كان مشدودا في الاصبع بحيث ما يمكن ان يدخل الماء تحته فيجب تحريكه اما اذا كان غير مشدود يندب تحريك الخاتم يندب سنة وكذلك من سنة الوضو الدلك وهو امرار اليد على الجسد او على العضو المغسول هذا يقال الدلك ويكره تركه خروجه من خلاف من قال بعض العلماء بوجوب الدلك فالدلك سنة ويكره تركه خروجه من خلاف بعض العلماء القائل بوجوبه خصوصا في الشتاء لان كثيرا من الناس تغفل بعض العضاء خصوصا في الساعد او في العقب لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار لان كثير خصوصا في الشتاء يهملون بعض المواطن وبعض الاماكن لا يصل هالماء من نحو المرفق او نحو الساعد او نحو العقب لان يهملونه فلا يصل اليه الماء لهذا ينبغي ان يتحر وهو اجر الوضوء اعظم عند الشدائد في الشتاء اصباغ الوضوء في السبرات كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من اسباب علو الدرجات في الجنة السبرات اي في شدة البر فلهذا يتحر يمسى الماء على مرفقي حتى لا ينسى شيء وعلى عقبه حتى لا ينسى لمعة لانه اذا ترك حتى لمعة واحدة من الساعد او من العقب لم يسى حضوءه فإذا لم يسى حضوءه لم تسى حضوءه فالدلق سنة وقيلة بيوجوبه وقيلة بيوجوبه وقيلة بيوجوبه حتى هنجين تجاريسه لكو في القرنة مكان خلال بالشعب سنة للابطاك الإدفادة Lightning بعض الأرض السنة سنة اللعنة د lerنة أمل الاول مغيذة 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 أربطاك أربطاك مغيذة سبقال مغيذة الأدربان مغيذة واجب jadi di sini ini sangat ditekankan sekali menggosok anggota wudhu bahkan walaupun di dalam musim yang sangat dingin sekali jadi ada hadis Rasulullah صلى الله عليه وسلم وَاِلُونِ لِلَعْقَبْ يَوْمَ الْقِيمَةِ celaka bagi tumit-tumit di hari kiamat maksudnya itu banyak orang yang wudhu tetapi dia tidak memperhatikan beberapa tempat-tempat yang harus kena air ini dia meninggalkan dalg dia tidak menggosok tadi jadi hendaknya betul-betul digosok sehingga tidak ada satu tempat pun yang tidak terkena air karena ketika tempat tadi tidak terkena air satu bagian di tubuh yang harus kena air tapi tidak terkena air di dalam wudhu maka sholatnya pun tidak akan sah dan juga walaupun di dalam musim dingin maka hendaknya dia tetap wudhu dengan sempurna karena itu Rasulullah SAW bersabda termasuk sebab-sebab diangkatnya derajat seseorang walaupun dalam musim dingin dia wudhu dengan sempurna yaitu dengan mengusap tadi semuanya kena kemudian semuanya jera-seseorang يبقى خصوصا بعد النوم سنة مسعومة أما إذا كان هذا إذا كان الرمص رطبا فيسا أما إذا كان جاثا فيجب إزالته لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة كذلك مسح اللحاضين وهما طرفاء العين مما يليئ الأذن الطرف الثاني لأن الغالب خصوصا بعد النوم في أغلب الناس يكون هناك شيء من القذاء إن كان جاملا يمنع وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالته وإن كان رطبا فيسا إزالته هذا من سنة الوضو هذا إن كان رطبا أما إذا كان جافا فإنه يمنع وصول الماء فيجب إزالته ليس بسنة juga termasuk daripada سنة-سنة الوضو yaitu mengusap bagian ujung mata yang dekat dengan hidung dengan batang hidung yaitu disunahkan mengusap kotoran ini membuang kotoran yang ada di situ yaitu membuangnya dengan jari telunjuk nah itu disunahkan jika kotoran tadi seperti ketek itu itu basah jadi disunahkan untuk dibuang ya tapi ketika ketek tadi kotoran yang ada di mata tadi itu kering maka wajib untuk dibuang karena ketika kering itu air tidak akan mengenai gulit begitu juga disunahkan untuk mengusap bagian mata yang sebelah ini yang dekat koping sama juga dengan jari telunjuk yaitu sama hukumnya jika kotoran tadi yang ada di mata tadi itu kering maka hukumnya wajib dihilangkan karena kalau tidak dihilangkan akan mencegah masuknya air terkenanya air kepada kulit jika tidak kering maka sunah untuk menghilangkan kotoran yang ada di mata tadi sebelahnya الاستقبال القبلة في جميع الوضوء حتى في الدعاء عندما ينتهي من الوضوء يرفع ايديه الى السماء ويأتي دعاء بعد الوضوء وهو مستقبل القبلة السنة كذلك من سنة الوضوء ان لا يتكلم انه كما ورد في الحديث ان على المتوضي قبة من نور قبة من نور فاذا تكلم رفعت تلك القبة فلا ينبغي ان يتكلم في اثناء الوضوء الا بذكر لله سبحانه وتعالى او لمصلحة وقد تكون المصلحة هذه واجبة كأن رأى شخصا بيسقط او بيقع في بير فيجب الكلام عليه او مندوبة كأن يأمر بصدقة لفقير او مسكين يدق الباب وهو يتوضأ يقول اعطوا فلان مئة الف ربية لا بس وهو في اثناء الوضوء كأن سبحانه وتعالى او سبحانه وتعالى لفقير itu hendaknya kita mencari tempat-tempat yang memang sekiranya kita mampu bisa untuk menghadap ke Qiblat dan yang kedua dan yang selanjutnya daripada sunnah-sunnah hudu yaitu tidak berbicara ketika hudu ini juga disunahkan tidak berbicara ketika hudu karena ada hadis Rasulullah SAW bahwasannya ketika orang hudu itu dia seakan-akan dinaungi oleh satu gubah daripada cahaya ketika dia berbicara maka gubah daripada cahaya tadi akan diangkat dari Allah akan hilang dari Allah akan hilang dari di atas orang tersebut jadi hendaknya seseorang mu'min dia menjaga fa'udillah tadi dengan tidak berbicara ketika hudu ketika hudu dia boleh berbicara jika ada suatu maslahat ada suatu hajat dan maslahat tadi bisa membuat seorang tadi wajib berbicara ketika hudu contoh ada orang mau tertabrak atau semacamnya kemudian ketika dia hudu dia memberi mengingatkan orang lain agar orang tadi tidak tertabrak atau terkadang disunahkan orang ketika hudu dia berbicara yaitu contoh dia lagi hudu di rumahnya di kamar mandi kemudian ada satu orang miskin yang minta-minta kemudian dia menyuruh kepada keluarganya untuk agar si miskin tadi diberi dan selamat menikmati dan selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati untuk menikmati dan selamat menikmati dan selamat menikmati sunnah-sunnah hudu yaitu dia tidak mengeraskan ketika dia hudu contoh ketika dia hudu membasuh muka itu dia tidak membuang air dengan keras ke wajahnya dia itu juga disunahkan tidak melakukan hal tersebut karena hal tersebut bisa membuat badan si orang yang berhudu tadi basah semua dan juga termasuk sunnah-sunnah hudu tidak berlebihan ketika hudu ini juga tidak berlebihan di dalam memakai air tapi disini jika air tersebut air miliknya dia jadi ketika itu air miliknya dia kemudian dia hudu dan dia berlebih-lebihan maka itu hukumnya makruh tapi jika contoh di masjid atau air-air wakaf kemudian dia hudu disitu dia berlebih-lebihan memakai air tersebut maka itu hukumnya haram bahkan kita melihat ada sebagian orang ke masjid wudu si keran tadi dibuka tapi dia tidak langsung berwudu dia masih melepas kacamata dia dia masih melepas bajunya dia nah ketika dia melakukan semua tadi air keran tadi sudah terbuka ini membuang-buang air wakaf ini hukumnya haram bahkan walaupun kita wudu di laut atau kita wudu di sungai ketika kita berlebihan itu hukumnya akan menjadi haram makruh makruh dan juga termasuk sunnah sunnah wudu yaitu meminum sisa air yang kita buat wudu karena rasulullah s.a.w. pernah bersabda meminum sisa air wudu adalah obat dari segala obat terbuka في صماخي اذنين اي خارقاء الاذنين ويدور بهم في المعاطف وابهاموا على ظهر الاذن وثلاثا استظهارا بالراحة وسن مسح الرقبة حتى ولو ببلل مسح الاذن يسن مسح الرقبة لما روية ان من مسح مسح الرقبة امان من الغل يوم القيامة ايضا حتى الان من سحر المعاطف وابهاما صماز قيل ان سحر الهنوان اثنين ثم استعر الان ان الغلجق اتوجه الان الغلجق الان يساعد عن الان في مردخل الان في ب Rusر الان من الغلجل يساعد نخل الان في الجنفل الان في الجنفل الان ثم اثنين الغلجق الان ثم نودى Dia lakukan dengan telapak tangan dia Tiga kali Jadi semuanya dua belas kali Kemudian juga disunahkan Untuk mengusap bagian belakang leher Itu juga disunahkan Untuk membasuh bagian belakang leher Karena Rasulullah SAW bersabda Ketika seseorang membasuh Bagian belakang leher Walaupun dengan bekas Dia mengusap kuping Dia akan selamat daripada Belenggu di hari kiamat Terima kasih وَجَعَنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ فَإِنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ كَمَا وَرَدَّ فِالْحَدِيثَ عَنَنْ نَبِيهُ مُحَمَّدُ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ثَمَانِيَهُ يَدْخُلُوا مِنْ اَيِّيهَا شَاء يَدْخُلُوا مِنْ اَيِّيهَا شَاء نعم وَجَعَنِي مِنْ تَوَّبِينَ وَجَعَنِي مِنْ تَطَحْرِينَ وَجَعَنِي مِنْ اِبَادِكَ الصَّالِحِينَ dan juga disunahkan ketika selesai berwudu, eh ini doa doa tadi juga menghadap ke Qiblat dan dia mengangkat tangannya kemudian mengangkat pandangannya dia ke atas mau itu atap atau ke langit kemudian dia berroa وَجَعَنِي مِنْ تَوَّبِينَ وَجَعَنِي مِنْ اِبَادِكَ الصَّالِحِينَ dia membaca doa tersebut karena direwatkan dari Rasulullah SAW ketika seorang selesai wudu kemudian dia menghadap ke Qiblat dan membaca doa tersebut maka Allah akan membuka delapan pintu surga sehingga Allah memperbolehkan untuk orang tadi untuk memasuki surga dari pintu yang manapun ia mau sebelumnya وهو رافع عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فإن ورد في الحديث من قال ذلك بعد الوضوء كتب ذلك الوضوء في رق وطبع بطابع لم يكسر إلى يوم القيامة ففيه بشارة على أنه يحفظ عن الردة وما يتطرق له الخلل فيكون محفوظاً صاحب ذلك الوضوء أن يتطرق له إبطال من ردد أو غيرها والعياذ بالله dan juga disunahkan ketika selesai الوضوء membaca doa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك استغفرك وأتوب إليك disunahkan membaca doa tersebut karena diribatkan dalam suatu hadis ketika seseorang selesai membaca doa tersebut setelah berwuduk maka wuduk tadi akan Allah tulis di suatu buku dan buku tadi akan diberi sampel oleh Allah سبحانه وتعالى dan tidak akan dirubah selamanya jadi disini ada suatu kabar gembira bagi orang yang berwuduk tersebut jika dia selesai wuduk kemudian dia membaca doa tadi imannya akan dijaga oleh Allah سبحانه وتعالى tidak akan terjadi kekufuran terhadap dirinya سنة رفع البصر إلى السماء ولو كان عما بتقدير كونه بصيرا يسنرف بصر إلى السماء ويأتي ويأتي بهذا بهذا الدعاء المتقدم فإنه سنة ثم بعد الدعاء يصلي ويسلم على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فسنة السلاة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقرأ إن أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات من غير رفع بعد السلاة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل يديه ويقرأ إن أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات فإنها سنة بعد كل وضوء يسنه كان tadi membaca doa setelah selesai وضوء dan يسنه كان juga mengangkat pandangannya ke atas langit itu يسنه كان walaupun bagi orang yang tidak bisa melihat jadi tetap يسنه كان bagi orang yang tidak bisa melihat ketika dia وضوء dia melihat ke atas dan mengangkat tangannya dan ketika dia selesai وضوء dia membaca doa-doa yang telah berlalu disunahkan ketika dia selesai expert dia bersalawat kepada رسول الله صلى الله عليه وسلم ketika dia selesai bersalawat kepada رسول الله صلى الله waiting dia menurunkan tangannya dan di situ juga disunahkan membaca surat إن انزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات من غير ثلاث مرات من غير وضوء jadi disunahkan membaca surat إن انزلنا ثلاث مرات من غير ثلاث مرات tapi dalam keadaan tangan sudah diturunkan كذلك السنة قرأت سورة الإخلاص ثلاثا والمعوذتين بعد الوضوء والسنة أن يصلي ركعتين بعد الوضوء بعد التيمم بعد الغسل السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع خشخشة في الجنة أمامه واجده بلال رضي الله تعالى عنه قال بمأي عمل صالح استوجبت ذلك قال ما هناك عمل غير أنني كلما أحدثت وضوءا صليت بعده ركعتين فلهذا ركعتين سنة الوضوء فهي تسن بعد الوضوء وتندرج في تحية المسجد تندرج في صلاة الفريضة تندرج في صلاة الوتر في صلاة الضحاء تندرج بعد كل أي صلاة تندرج فيها سنة الوضوء المراد حسول صلاة بعد الوضوء وصلي ركعتين سنة الوضوء وصلي فرض الضحاء أربع ركعتين سنة الوضوء تندرج فيها والأفضل أن يصليها سنة مستقلة وصليها سنة الوضوء بالضوء آخر تندرج في الرق elét سيدي نبيلال di surga kemudian رسول الله صلى الله عليه وسلم bertanya kepada سيدي نبيلال kau bisa mendapatkan keutamaan ini dengan apa wahai bilal maka سيدي نبيلال pun menjawab aku ya رسول الله tidak berhadap ini tidak batal wudukku kecuali aku langsung berwuduk dan kemudian aku langsung sholat dua rakaat dengan fadilah tersebut سيدي نبيلال mendapatkan fadilah yang besar dan sholat dua rakaat setelah setelah wuduk tadi bisa tergabung dengan sholat sunnah duha bisa tergabung dengan sholat fardu atau sholat yang lainnya jadi ketika dia selesai wuduk kemudian dia contoh sholat sholat duha maka fadilah dua rakaat setelah wuduk tadi bisa tergabung dengan sholat duha tapi paling afdal setelah dia berwuduk dia sholat dua rakaat sendiri jadi sholat untuk sunnah selesai wuduk kemudian dia sholat salat dua rakaat sendiri tergabung dengan sholat ما ينبغي أن يعيدوا في البركة أو في الدلو الذي تحته لأن هذا مستقدر ما يجوز هذا الناس بيتوضى بعدك وهذا مستقدر بل يأخذ الماء ويغرف منه أما بيده أو بالمغرف ويغسل عضوه ويتمضمض خارجا ويبصق الماء خارج البركة ولا يجوز له إعادته لأن ذاك في استقدار في ناس آخرين بيتوضؤهم بعدك وهذا مستقدر فلا يجوز ذلك كذلك من سنن الوضوء ترك النفض كان ينفض هكذا يده أو ينفض هكذا هذا مكروه لأنه كتباري لأنه هذا الوضوء عبادة وهذا أثار الوضوء وهذا الناس كتباري من عبادة فهذا سنن تركه لا يكره لأنه خلاف الأولى وهذا الوضوء عبادة هكذا 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 الوضوء عبادة وهذا الوضوء عبادة منها الخير وقربناها الخير وجعلنا من الأخيار مع الأخيار ويحشرنا في زمرة سيدة لخيار حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إنهم على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وصل الله على سيدنا محمد من العالم الصحب والسلام والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة